مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ام بتبعي اقوال من الابداء وما تنساوش تعملوا لايك الفيديو وتشاركوا بالقناة مش تشاركوا مخبار تونس لحظة بلحظة حركة النهضة تنشر خبر حقيقة اغتيال راجل الغنوشي اكدت حركة النهضة ان هناك محاولات للتشويه الحركة واستهدافها من خلال التوظيف السياسي لبعض الملفات وان هناك مخطط لاغتيال رئيس الحركة راجل الغنوشي سياسيا والتحريض عليه مبينة ان هناك علاقة وثيقة بين الحك وهيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد ابراهمي والتي تعمل على خدمة اجندات سياسية والمتاجرة بملف الشهيدين وقالوا قيادو النهضة في مؤتمر الصحافية اليوم بمقرها انه بعد عشر اشهر من الانقلاب فان الخطير وجود محاولات للتوظيف السياسي لبعض الملفات لذرب الخصوم واستخدام القضاء في المعارك السياسية وان هناك اسرار من قبر رئيس الجمهورية قيس سعيد على توظيف القضاء وقال المستشار السياسي لحركة النهضة سامي تريقي ان هناك استهداف منهجيا لاغتيال سياسي لرئيس حركة النهضة وذلك بتشويه وضرب وتلفيق التهم الغير حقيقية وهذا يجر الى مزيد من الكرهية والتباغذة بين السكان مبينة ان محاولات توجيه الشارع والعداء لهذه الشخصية يقود الى مخاطرة منها الاغتيال السياسي وحتى المادي وتابع ان هذه المخاوف حقيقية وجدية فتوجيه الرأي العام نحو شخصية معينة واتهامها بتهم غير حقيقية والتنصيث ضمن مؤتمر الصحافي على تهم غير سلمية لن تكون الا في اطار صناعة رأي عام مضاد لذرب شخصية معينة مثل راشد الغنوشي وتصفيته سياسيا وجسديا